اشتركوا في القناة اي خلاف ما بين اي قيادة سعودية سواء من ملوك المملكة او من قيادات اللي موجودة دلوقتي ما عندهمش خلاف موقفهم تجاه القاهرة اطلاقا على الاطلاق فيش اي خلاف حالي اتكلم انه جلالة الملك سلمان قال تلات مرات يعني جملة واحدة كررها تلات مرات في لقاءه مع وزير خارجية المصري سامح شكري حوالين دعم مصر وحب مصر فالجملة قالها ورح عيدها مرتين تانين فبقوا تلات مرات عن موقف المملكة العربية السعودية من مصر اتكلم الحقيقة طبعا على الكلام اللي قاله استاذنا كبير استاذ محمد حسنين هيكل انتقد كلام الاستاذ هيكل عن المملكة العربية السعودية واعتبر انه وكاتب بهذا الحجم وبهذه القيمة لما يقول كلام يضر بالعلاقات ما بين البلدين او يجرح المملكة العربية السعودية ده كلام يعني هو شافه السفير السعودي انه كلام كان محل استياء حسب كلام السفير السعودي من المصريين قبل ان يكون من السعوديين اتكلم ايضا عن احد الكتاب السعوديين اللي طلع يرد على هيكل ويرد على بعض الزملاء اللي اللي دخلوا في اللي يعني يصدقوا الاشاعات الاخوانية وتفعلوا معاها زي الكاتب السعودي جمال خاشقجي وقال انه جمال خاشقجي وهو كاتب سعودي مرموخ في الحقيقة يعني له تقديره واحترامه لكن موقفه كان مختلف وكان دخل في اشتباكات مع بعض زملائنا من الصحفين والاعلاميين وقال انه جمال خاشقجي لا يعبر ايضا عن المملكة العربية السعودية وانه لما يكون فيه 98% من الكتاب والاعلاميين والمثقفين مع السلطة في البلدين على قلب رجل الواحد مش هينفع ان احنا واحد يمين واحد شمالي يجرنا الناحية دي او الناحية دي فتنتفع الجماعات الارهابية وغيرها من الجماعات اتكلم برضو حوالين قضية كتب حل جدل هي وهي ما سمي بلقاء خالد مشعل مع خادم الحرمين الشريفين في مكة وقال انه انه في بيان طلع من المملكة العربية السعودية بهذا الشأن وانه اللقاء مع خالد مشعل لم يكن سوى لقاء مصافحة جلالة الملك بمقى موجود فيه اا مرأة في العمرة بيقابل المعتمرين من الشخصيات ومن المجتمع السعودي ومن الشخصيات العامة فخالد مشعل كان ضمن المصافحين لخادم الحرمين الشريفين وبالتالي لا يوجد اي تغير في الموقف السعودي تجاه مصر او في علاقتها مع حماس وانه ما فيش رهانات اخرى اا غير الرهان على العلاقة المصطية السعودية وده كلام يا جماعة كلام بفلوس ده كلام ليه تمن ليه تمن بفلوس يعني ايه يعني يعود بالخير على الشعبين لانه المطلوب دلوقتي انه طيب ماشي الملك سلمان والرئيس سيسي كويسين مع بعض طب ما نخرب بقى الشعب طلعه واحد يشتر بالسعودية طب طلعه واحد بالسعودية يشتر مصريين طب احنا نقول عليهم مش عارف ايه وهم يقولوا علينا مش عارف ايه والكلام بقى استدعاء الكلام التافي اللي كان اللي بيأخر لكن الكلام الكويس دلوقتي لما احنا نقول نحن نعترف نعترف للراحل العظيم الملك عبدالله بن عبدالعزيز بانه اول واحد وقف وقفة قوية مع مصر ونشكر اخواتنا في السعودية على الدعم والمعونات والمساعدات اللي قدموها لنا بلا مقابل عايزين ايه بلا مقابل وبالتالي ده كلام ايجابي وهيكون ليه مردود ايجابي في السعودية وبالتالي من ناحية تالية لما احنا نسمع كلام ايجابي من هناك عمال بقى يروحه ورجال اعمال ييجوا والاعلاقات تبقى كويسة والكل يبقى في ازدهار لكن المطلوب ان تكون الكلمة الخبيثة بديلا عن الكلمة الطيبة احنا دورنا دلوقتي ان نقف امام كل كلمة خبيثة وانه ساند كل كلمة طيبة نتوقع من المهندس سياسي الزغلولة رئيس التنفيذي لشركة الجرافات البحرية يقول لنا كفير من الكلام الطيب حول قناة سويس واللي عنده اي سؤال عايز يسأله حولين الحفر الطول العرض لكل حاجة احنا التليفونات هتبقى مفتوحة اللي عايز يسأل اي سؤال يتفضل يسأل الاسئلة ونرحب بها وهستنكوا بعد الفصل